تعريف مصطلح الأمة الحلقة السابعة من سلسلة دليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر أو مرجع المعلومات سابعا الأمة يطلق لفظ الأمة في اللغة العربية على معاني كثيرة وهو مشتق من الأم والأم معناها الأصل والهدف الذي يتجه إليه ومنه أطلق على الوالد الأم فتانت أصل الحياة بالنسبة للطفل ومن معاني الأمة في اللغة العربية القيامة والطريقة والدين وهو المرصود في القرآن تنتم خير أمة أخرجت للناس أي خير أهل الدين ومن معانيها الحين والجماعة وهو المرصود في هذا التعبير السياسي الحديث وواضح أن أي معجم عربي قديم وحتى منجلد معلوف لم يفس لفظ الأمة تفسيرا حديثا ومعلوف لم يزد على أن قال الأمة جمع أمم الجماعة الجيل من الناس الوطن وتعريفه هذا تعصر كما نرى والأمة كما يعرفها رنان هي روح ومبدأ روحي وهما شيئا في الحقيقة يشتلان أمرا واحدا يشتلان هذا الروح وهذا المبدأ الروحي أحدهما في الماضي والآخر في الحاضر أحدهما هو امتلر طائفة مشتعة من تراث الذكريات والآخر هو التوافق الراهن الرغبة في العيش المشترة الإرادة في الاستمرار على تقويم الميراث الذي تركه الأجداد للأحفاد أما فاليري فيري بأن لفظ الأمة لفظ معقد إلى حد بعيد ويختلف من حال إلى أخرى وأهم ما يربط أعضاء أمة واحدة هو مبدأهم في الوجود والرابط الداخل الذي يربط فيما بين أفراد شعب واحد والأمة تتمثل طورا في العرض وطورا في اللغة وطورا في الأرض وطورا في الذكريات وطورا في المصالح المشتعة بين مجموعة من السلطان منظمة وهنا تفرق واضح بين الأمة والدولة فالأمة تستطيع أن تظل حية ولو فرضت عليها الأحداث أن تنتسم إلى عدة دول ونتيجة إذا يتفعن الدولة يمكن أن تضم عدة أمم مختلفة لغة ودينا وعاطا ومن التعريفات الجديدة التي أعطيت للأمة أنها مجموعة بشرية في الغالب واسعة تتصف بتونها واعية بوحدتها وبإرادتها في العيش المشترد وبناء على بعض هذا فإن الأمة الجزائرية هي المجموعة البشرية التي ترطن الوطن الجزائري والتي يجمعها التاريخ واللغة والعيط والدين وكان الوطنيون الجزائريون والزعماء منهم خاصة يلهجون بلف أمة ومنهم ابن باديس الذي ردد هذا اللف كثيرا وتتبى تحت عنوانه مطالات كثيرة في أعوام ثلاثين والإبراهيم الذي تتبى على الأطل مطالتين طويلتين تحت هذا العنوان أيضا ونزعة الأمة في الحقيقة عريطة لدى الشعب الجزائري منذ العصول موغلة في القدم متجلية في سلوطه وشعوره فحروب مصينيسة ويغرطة مع روما وحروب سواهما مما يمثل النزعة الصريحة في التطلع إلى تيان الأمة بمفهومها الحديث ومثل ذايتا يقال في بقية الحروب المتأخرة التي خاضها الشعب الجزائري ضد المحتلين الأجانب فحروب الثلاث طرون التي خاضها الجزائريون ضد محاولات الاحتلال الإسباني والحروب التي خاضوها قبل ذايتا ضد احتلال مدينة تلمسان خير شاهد على ذايتا بيد أن نزعة الأمة الحديثة برزت بوضوح أرثر خلال القان التاسع عشر لدى احتلال فرنسيين للجزائر وقد أسهم الزعماء الجزائريون ووراهم الشعب بمطاومة هذا الاحتلال في بلورة مفهوم الأمة الجزائرية والتيان الجزائري كان قد لوحظ من طرف كل من الجزائريين والفرنسيين خلال القان الماضي ويبدو أن خوجة أول جزائر لا يدافع عن التيان الجزائري فحسب ولكن أيضا يعرفه تعريفا حديثا على أنه عاطفة شهامة تحركت عندما أصبحت الجماعة الجزائرية تشعر بالاستبداد من طرف أمة الجنبية وقد اعترف للأمة الجزائرية بتيانها رسميا في فاتح يوليو 1962 ميلاد بعد تطعي المصر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة